موسيقى مؤخرا نخرجوها لامارات العربية وقتنا طلب كبير ولكن هذه الحياة تقيلة الإرادة السياسية متوفرة وكلام عن هذا الأمر هو واضح كما كانت عدنا بطرة والإكستخدام كما لا يتحمل لا يتحمل كما أننا لا يحتاج مشكلة على مستوى السلطات المحلية نحن ما طلبنا لا نقول لدينا الدعم لا نقل لدينا دقائمة لا نقول لهم كان امكانيات عدنا كل شي هنا عدنا السمس عدنا الهواء عدنا الهواء عدنا بنادم عدنا كل شي فتحوا النطريق و راح تعوض إن شاء الله يا ربي انحيطارت على البترول يا ربي إن شاء الله راح تعوضها وليت واتسوف 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 إن شاء الله إن شاء الله خير اشتركوا في القناة المترجمات البعبية فهي سيدة. باللقائمة multifرورة سيدة. ويقبت للمهوية وللدفت هذا أفضل المحزنة الشباب المغزنة على السنة المروحات في مدارين مع بلوصول وعندما كانت سوار من الجزائر سنوات الأربعينيات من القرن الماضي كانت حينها قطباً هاماً في ميدان الفلاحة إلى درجة اعتبرها المختص من بين أهم المصدرين للدول الأوروبية منتوجات زراعية من مختلف الأنواع مؤسسات مختصة في الصناعة التحويلية وموانئ مجهزة بكل الوسائل الضرورية للتصدير مرت السنوات ليتحول أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة إلى أحد أهم المستوردين مستغلاً ثروة طبيعية زائلة كانت أسعارها إلى ماضي قريب تغنيها عن البحث على موارد أخرى قبل أن تتغير كل المعطيات حان الوقت الآن يعني بعد الضربة التي ضربت رؤوس الجزائريين بتدهور أسعار البترول خاصة إلى هذا الحد وإلى هذا السعر الآن وجب التفكير في آليات وقواعد جدد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الآن هناك التفات إلى بعض القطاعات من ميلها مثلاً الالتفات إلى الاستثمار في المجال الزراعي الفلاحي وتربية المواشي الأرض الجزائرية واسعة الحمد لله ما لاحظناه أنه أراضي واد سوف يعني تعطي من البطاطا وتعطي من الطماطم ما هي كميات رائعة وما هي من جودة هائلة نستطيع الذهاب بها حتى إلى التصدير نظرنا التصدير تحايلة أكثر من ألفين طن ولكن نظرنا إذا نروح الآن إلى أهداف أكبر في السنوات الجاية خاصة أننا نروح إلى حنا قيمنا نقدر رحو حتى سبين ألف طن وهذا يطلب أن في الأشهر الجاية سنواصل كل هذه الجهود اللي بدأت في هذا المجال تقيقة أن ولاية واد سوف في مجال الفلاحي أحدثت المفاجأة الكبرى للجزائر هذه الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي صنعت الحدث في الأوينة الأخيرة حيث وصلت المنتوجات الجزائرية إلى عدد الدول كروسيا، الإمارات وإسبانيا ومصدرها ولاية واد سوف من هنا من مدينة واد سوف أو كما يسميها البعض مدينة الألف قبة وقبة أردنا أن ننزل للميدان ونتحقق من واقع التصدير في هذه الولاية خاصة بعد الطفرة التي أحدثها الفلاحون هنا في المنطقة والتي وصل صادها إلى غاية وسائل التواصل الاجتماعي أمور كثيرة ستكتشفونها معنا تابعونا نحن اليوم في التاسع من شهر أفريل الساعة تشير إلى السابعات صباحا موعد يلتقي فيه يوميا كل من عبد الله أحمد، عيسى وفلاح بلدية رقيبة يتوجه بعدها إلى مساحاتهم الفلاحية مدة السير عشرون دقيقة عبر هاته المسالك الوعرة للوصول إلى مزرعة عبد الله حيث وجدنا شبابا من مختلف الأعمار يجنون محصول البطاطا ونحن في نهاية الموسم الفلاحي ننتاج خير ربي في الولايات الشام نتفلح البطاطا كل فضت بالعامية نتعنا فضت القارجات عندنا لهيه في المصغان وفي المعسكر وفي دعين الدفلة خمجت حتى هم رمي عانوا ما عرفوش من يدروها كان بعض من الشركيات جاء تطلب عليهم مش يصدروها لخارج عندهم شروط ما تفهموش فيها الفلاحيين قالك ما نبيعوهاش ما تساعدناش همشي حني الناس مغور سمعن يقولوا رمجو وخلاص قديد التالي ما شوفنا همشي يقولوا جووشي صدرو البطاطا وكذا وكذا وما كان حتي ما شوفنا عاتيها الناس مغور سمعن يقولوا هزوا تشوفوا الاخر يقولوا هزوا ما نخرجوا لكن ما شوفنا عاتيه التخريج لو شوفنا تخريج لو أغرى الناس موسع معن وش تفهمتنا بأمرك المهدر؟ ربما فيه تضخيم للأمر كان ربما أطراف حبت الضخم باش ننساول البطاطا نقولوا بلي كينتظروا لكن في الميدان أكس تماماً يعني ما كانش ما يقدوش يخرجوا مهما البطاطا تطلع هنا معناه ما يقدوش تخرجها لتالبطاطا تون تلش يخرجها البطاطا كبيرش هاي يخرجها يشريها بخمس سنوات يخرجها من كاشما صابي مش خلصاش يكي يخرج والفلاح ثام المواطن بالنسبة المواطن ما عاش يقدو يشريها هنا صابي ما كانش تخرج عكس السنوات الفارضة كان المحصول محتبراً ورغم هذا إلا أن ذلك لم ينعكس إجاباً لتوجه نحو التفكير في التصدير كمية لتعلم الموسم هذا حوالي 13 مليون طن فما فوقها في واتسوف 13 مليون طن وكمية التصدير ما نقدرش نقول لك عليها يعني أنا أعطيك كمثال فالله عادنا نقوله عنده عشر نكتار ولا ثلاثين نكتار يعني في مصدر يقول له أعطيني مثال كنت نيراء فيها متى منطار والله ما شنيعر قداش فيه والله ما نيعرف يضرب الشهر مش يروح وشهر مش يجي كيفاه مش خدم معه هذا وهو عنده يقول لحنا عشر نكتار ما ينجي مش خدم معه السيم يقول لحنا في متى منطار يروح من هنا للمطار ومن المطار مش نيعرف ونسموه لي وخدموه وكذا ومش يروح نخرجوها الإمارات العربية عندنا طلب كبير بس حياة ثقيلة شي غريب في واتسوف راكم سمعتوه كل الناشطين في ميدان الفلاحي من الزرع إلى التصدير يقولوا هذا المقول رايش شعت على مستوى الجزائر أنه ولاية واتسوف وبالتحديد في القطاع الفلاحي ستغزو العالم بالبطاطا والله إلا هذا يشرف ولاحظناه في الميدان اللي عنده اكتار داروا بطاطا واللي عنده متر على متر دارها بطاطا واللي عنده المئات الاكتارات دار البطاطا إخلاص واللي عنده مثقافة البطاطا من الكبير لصغير يزرع البطاطا وينتج البطاطا والدليل ثبتوا هذي اللي قادرين في الميدان لأن البطاطا انت عوا تشوف راي وصلت الـ 48 ويلة وفرة في الإنتاج هاته السنة لم تسمح لأغلب الفلاحيين التوجه نحو التصدير فترى ما هي الأسباب التي تقف عائقا أمامهم الأمور تخلينا ما نجموش نصدروا الأسعار الأسعار كي أنا فلاح الأسعار كما يقولوا إحنا أخذنا فاتت بل فين دينار والله كنت كنت خمم مش نصدر مخلاص ما قيتش ونديرها لازم من خمم ومرغها اليوم البطاطا خمسالاف ستالاف ما عاش خمم على التصدير الأمكانيات ما كانش حتى شي دس مثل البطاطا يخزنها وكذا يبيعها بغرضة مثالية ما كان عاد شي حوايجة كلها ما كانش خاصة أن فلحت الواد هنا ما نفلحت الواد لازمها أما تبيعك ولا تبيحها واحدة مزول لازمها البيع البطاطا ما تقعدش في القاعة الجو مش مريقل هنا الجو حامي ديما الجو ثمثم حامي جو صافي لازم ما تبيعها ما فيها ما تقعدش تخزنها عيسى من الفلاحين المعروفين في بلدية يرقيبة يهتم منذ سنوات بزرع مختلف أنواع المحاصيل الزراعية نسأله عن دور السلطات في تهيئة المناخ بغية دخول فلاحي المنطقة سوق التصدير من أوسع الأبواب هكذا كانت إجابته والله من يعرف كيفية شي يديروا الإجرات وكيفما قلنا حتى فلاحة مع ذلك واغط لها حتى فلاحة حتى فلاحة مع ذلك يران بالفلاحة ما كانش كاغط تقول فلاحة يسمى تمشيها كجهامة ما كان حتى واحداً ظهرت مثال ديمنا مريقلة يخدم يقدي طاقي ثم ما عنداش باشي طاقي حتى نروح للدولة من الصرف شبيدة ثم نروح للدولة من الصرف شبيدة بعدنا حتى كاغط لراضي هذه كل ما عندها حتى كاغط قاعد الأراضي؟ ايه لراضي هذه كل ما عندها حتى كاغط تجمع على غير تفلح وخلاص يجي للبلاثة يفلح فيها وخلاص صبي ما عندك شرط انت صبي حتى شطاكي ولا الثور تجري مثال تعيط مثال على البطاطا وكذا تقول ما احنا كيفاش ما تصدرناهاش ولا ولا دروا لنا حل ما عندك ش حل انت ما عندك شكاغط تتقابل بيه صبي ما كان حتيما البلاسة ما كان ول سياسة الدولة راي تقول تقريب احنا نشوفه في الميدان بالليا لازم تكون تقريب الادارة من الفلاح أنا هذي يركز عليها ونط homo من السلطات العلي للبلاد تتاخذ قرارات في هذا الشأن تقريب الادارة من الفلاح احنا مثلا اللي أن نركز عليها اللي أن نركز عليها ليس على مستوى وزارة الفلاحة وعلى مستوى الوزارة الاولى عند سيد سالاء او على مستوى رئاسة ان مساولة مشت перемز المشكلة على مستوى السلطات المحلية لازم الفلاح يروح الولاية وتسوف يلقى مكتب خاص به على مستوى الديوان الولي لأنه نعرف بكل القرارات التي تتخذ على مستوى الولي لأنه هو اللي عنده الصلاحيات ما هيش غرفة الفلاحة اللي عنده الصلاحيات الواسعة وما هيش غرفة الصناعة اللي عنده الصلاحيات الكافية والوافية وما هوش مدير المصالح الفلاحية اللي هو مدير تنفيذي أو ينتمي للمجلس التنفيذي ونحن نعرف بل رئيس المجلس التنفيذي هو سيد والي وليت الأول إذن المطالب الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المتكفلين الذين يمارسوا النشاطهم على مستوى الصناعة التحويلية أو على مستوى التصدير نحن تكلمنا معهم رغم يطالبوا من سيادة والي وليت واتسوف يدير مكتب خاص على مستوى الديوان علاش باش السيد الوالي يكون يساير ويواكب وعندوا المعلومات الكافية والوافية في اللحظة انتح حينها إذا كانت عندهم نية خالصة وصادقة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الفلاحية على وليت واتسوف وخاصة على الأقل كما داروا خط 11 لتقريبا الإدارة من المواطن يزيدوا خط واحد أخر خط أخضر خاص بالقطاع الفلاحي يوصل المعلومات في حينها وانشغالات واهتمامات الفلاحين في حينها أنا أركز هذه النقطة احنا علاش نديروها الصور هذا على العوامل الطبيعية اللي فنصاب الريح الامور هذي نزربونا بشي نتقو على الدلاء قبل كونا وش نديرو نديرو بالضرب الضرب بتاع النخل الجريت هذا كتريقة هذا ذلك زرع نزرعوه هنا ويزرب ومن حيث إنتاج الدلاء هذه السنة نتكلموا على التصدير نحو دول أجنبية هل ممكن نلاحق لهذا الأمر؟ ممكن جدا وعندي اتصالات مع شركة قلولي نصدروا لك الدلاء كاش مشكلة؟ وتقريبا هذه السنة اللي بديتوا في التصدير؟ ما زال ما بدينا لا يعني الفكرة تتكلم هذه السنة؟ الفكرة هذه السنة هذه راح إن شاء الله نصدرها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله في اليوم الثاني نقترب من أحد المصدرين الشباب الراغب في القيام بعملية التصدير عملية تجارية تستدعي المرور بعديد المراحل نتتبع كل خطواته والبداية بجولة الميدانية إلى أهم المناطق الفلاحية بالولاية حتى يقف بنفسه على النوعية وكمية المحاصيل المتوفرة هنا شوف المنتجات الفلاحية على الأرض الواقعة كما يقولون هنا مشوف تحدي في اللاحة الجزائرية من قدوش في اللاحة السوفية شوف خيارات ربي ممكن تشوفها هذه تقول راني فيها كاش دولة متقدمة هذه راي في واتسوف نحن ران نشوف كل المنتجات أربع منتجات في بلاصة واحدة معناها كينا فرق تعمل اختلاف حتى في طبيعة المنتوج كي نشوفوا الفريزة الفريز في واتسوف مع الدلاع ونشوفوا معها البطخ الأصفر والبطخ الأخبر معناها رهية ومساحة لي راي مزروعة معناها إمكانيات كبيرة راي هنا في واتسوف هذه الإمكانيات لازمها تكون كانت إمكانيات على تصدير وإمكانيات لأنه اليوم الفلاح هذا إذا كان شاف باللي ما كانش إرادة تعدولة وإرادة تعد تصدير لأنه اليوم رانا في أنفستيسمه هذا غدوة رح يتطور مام الفلاح هذا والله غيره لازم تكون كانت إرادة حقيقية مش نمشوا البعيد بالمنتوجات هذه ما هي شوفنا البطاطا شوفنا الطوماتيش كيفها مرمية في الأرض وظرك هذه منتوجات أخرى إذا كان كل مرة الفلاح يقاروح ووحده ويخسر ويدي مردي ويراو يبعد معناها الضركة نرجع للسيستم القديم تعالى ونقعدوا في النفس المشاكل إحنا هذه إرادة حقيقية ماذا بينا؟ الدولة تدعمنا إحنا بدينا وظركة الدولة تعطينا لأماما مش نمشوا البعيد هذا منتوجت عواتسوف هذا حقيقة ما ركتشوف فلفل حلو هنا ركتشوف كيف رأي الخير رأى كبير حنا مطلبنا ما قلنا الدعم الدولة ما قلنا تعطينا دي كريدي بونكير ما قلنا لهم وكذا بوسونا فتحونا الطريق خلي المنتوج الجزائري يخرج وعلى بانك يخرج كينا عجلة دور واحد أخرى برك انتهى فلاح كي يسمع بني المنتوج تعف فلاح صاحبه خرج ومنتوج تعفلانه خرج برك هذا يشجع وهذا يشجع تكبر المساحة كينا عجلة رح تكون عجلة جديدة يكثر تكبر المساحة الفلاحية المزروعة يكثر البنتوج يكثر إذا كان توسعت الأراضي الفلاحية رح تكثر الخدامة لأن كل فلاح لازم خدام تنقص نسبة البيطالة تكثر السيولة لأنه كينا مرشي كينا كينا مرشي كينا سيولة في السوق تمشي هذا فلاح لازم بوردوي لازم ماتير بريميار لازم ماء لازم خدامة كينا عجلة اقتصادية تمشي لازم خدامة نحن نحوصه معناها الناس تمشي بالعجلة هذه جديدة لازم خدامة كينا موضمو جديدة هذه الموضمو نحوصه بوسوها تمشي لأكثر من البلاصة هذه كل الفلاحين الصغير المتوسط الكبير المطلب أنه يكون عنده مكتب ويستقبلوه ويسمعوه يسمعوه اقتراحاته يسمعوه أفكاره يسمعوه مبادراته يسمعوه تطلعاته يسمعوه أفاقه للمستقبل نغادر منطقة المقرن لنتجه مساء مع جمال إلى أحد البنوك في عاصمة الولاية لفتح حساب بنكي والتعرف عن قرب على مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الخصوص عندك حسابنا فتحنا لك حساب وجبت الوثائق المطلوبة الآن تبقى للعمارية تصدير ونشجعوه تصدير نظر التعليمات المدرية العامة ونظر التعليمات والتشريعات على الوطن لازم نقوم نشجعوه بالعملية تصدير يزينا من هذا الاستيراد لازم نشوية تصدير لكن هناك لازم نفهمك في الطرق تصدير طرقها تصدر عن طريق اعتماد مساندي أو تصدر عن طريق تحصير مستدير المحاولة أو تصدير ولكن اذا كان المستورد الغارج لازم نقوم بعمل لذلك تضمن استرجاع الأمول لأن هناك سلع سلع تخرج من الجزائر لازمها مقابل لازم اموال تدخل والاموال هذي تشريعات على البنك الجزائر والتشريعات المعمول بها لعندها مدة معينة لي 120 يوم فاتل 120 يوم انك تطالب وممكن تعرض حتى في قضية من ناحية عدم دخول الاموال لازم تكون متأكد لكن في حالة ما اذا تستعمل اعتماد مسندي لاته الدكري دي تكون الامور مضمونة عندما تقدم الملف وتقوم بعملية التصدير فان عملية دخول الاموال تكون بصفة آلية تكون سيئة مباشرة وهذه الطريقة اللي ننصحك والانجا اذا وش لازم تكدير لازم تعطي فاتورة شكلية للمستورة في الخارج من النقاط التي تعرقل عادة المصدرين الجزائريين وتقف حاجزا امامهم لتنويع مجالات التصدير هناك طريقة تحصيل الاموال النجمة عن مختلف السفقات المبرمة هناك تشريعات البنك ما يقدش بدل تشريعات لان الشريعات كعرف كيف تشرع هناك مختصين للتشريعات بالنسبة لخمسين ثلاثين عشرين في المئة هي هذا خمسين في المئة تخرج بالكون دينار وكين هناك تشريعات نطبقها لانه احنا البنك ما نقدش نديره تشريعات واحدة اخرى كين تشريعات نقوم بتطبيقها خمسين في المئة تم مباشرة عن طريق تم بالكور اكتويل الى الحساب بالدينار الجزائري وعنده العشرين في المئة لديها الحساب يقدر يستعملها وثلاثين في المئة يستعمل يستورد بها ولا اذا امور مضبوطة المشكل اللي كانت في التصدير ليس مشكل في هذه المثالة عشرين ثلاثين خمسين لا المشكل ما كان حتى وحد تطرح المشكل المشكل الان مش مطروح المشكل المطروح هو التسهيلات اللي يجب ان يتحصل عليها المصدر ليقوم بعمل التصدير وتسهيلات خاصة تسهيلات النقل تسهيلات الادارية الاخرى اما من احد البنك كان حتى مشكل لنا لما جيزا الزبون فهمناها يجيب الفاتورة يقوم بفتح الاعتماد المستندي كان حتى مشكل في الدومي سيلياسي فالتوطين البنكي امور عادية الارادة السياسية متوفرة والكلام عن هذا الامر هو واضح لكن يبقى دائما التخوف يعني تخوف البنك من الزبون يجعله يعني يعطل له نوعا ما لكن ان شاء الله تكون فيه مبادرات وان شاء الله تكون فيه تحسينات من اجل التسهيل في هذه الامور والجزائر الان وجب عليها التسهيل للمصدرين لان التصدير هو نستطيع ان نقول انه قطاع جديد بالنسبة للجزائريين ما زلنا يعني اجدد في التصدير لانها كان جل تعملتنا هي استيراد يعني كنا نبعث البترول ونأتي به استيراد بكل المحتويات كل المنتوجات كل المصنوعات كنا نستوردها الآن التجربة جديدة وان شاء الله تكون تجربة صلبة قوية وان شاء الله تكون متابعة يعني يرى ان شاء الله ان كنت نويته سليم عثماني من ابرز رجال الاعمال في الجزائر المهتمين بالتصدير خاصة وانه يصدر منذ سنوات منتجته في الصناعة الغذائية لا يوجدو من من حين التجربة لدينا البطرية التي قطا لدينا انتقالها ليس من الاراقمات قطا لدينا وانتقال البطرية التي تدخلها سواء وظلت نظر لدينا البطرية قطا لدينا باستقالها الى exportة. نحن لا نشاهد في سورة كما شان. كما تفضل بسهودة جهودة 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 جهودة. لا أحضر بسهودة جهودة جهودة جهودة. هذا كما تفعله بلا أعجد في الناس. لا يهولهم ما سن المططسة يزيزه تطعب مهولة جأد للمسافة اللودة. فقط ان نحن مكون من الطعام جهودة لليس. لا أعطر هذا فقط الأن. وبالفصى، قد سيبطي فيها اللقاء. سيبطي فيها اللقاء الجهو، السببات هي مجرحة. واعظم انا مجرحة فيها وزن نشعب أن نحن لإسراء في الوصفين حutto. اليوم الثالث وصل فيه المصدر جمال السيد زيارة المناطق الفلاحية والوجهة هاته المرة التعاونية الفلاحية لعائلة مكاوي بلاد آمنة يا أخي بات البره هنا لما يحضر معك هاو مكوامل هنا يجوا والله غريباتوا ثانا معزين مكرمين والله ما خصم حية يباتوا هنا ما الأمان دراهم فيجيوا بهم والله شيء فهمك الدولة مش حاسة بالمشاكل إيرانا إيرانا احنا كولد الويد سح سح صح صح مش عارف أعلى بالها احنا كنا نوفروا البطاطا رأي البطاطا حطيناها في الارض نظر صحيح يا ناط وحدها احنا رأي عدنا عدنا مصاريف عدنا مشاكل صح صح لازم مشاكل تلحق المسؤول نعم نعم تلحق بمطايات وشكين بواقع ما هيش لغة الخشب واقع 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 ما جيني ما جيني في الغبار السماد اللي راني نجيبو فيه تعد جاجها الجوار راح نستوكوه بلادنا كامل رملا يا اخي ورح تستوكوه تستوكيب جامسامي الطريق يا اخي تجيك جزا درمية تقولك ممنوع فات الوالي منا يقولك نحي نحي والله ما على بالها بيك وش راح تخسر عنها كل عرمة على الغبار اللي راح تحولها والله ما على بالها بيك وش راح ما على بالاش اصلا وان بقدارهم يدخلوا فيها كامل فاجت الغبار نترى صدقني اخ جمال لو اننا شتيت البستية على الموتر نعود الله راح تحولها بسبب للأسفل الموتر لا يجلس بسكني لو اننا بستي همت مزيدا ووحده مستوكوه ما دفعوش هنا معها كفلاحة وما تعبوش معها الدولة كدولة ووحده مستوكوه وحده بلاستو حابسة سواء من الترانسبور سواء من أي شيء سواء من الكلية السلعة الكلية السلعة التي ستقابل به وجه السوق ملين حتقابل بيه اسنا يقى عندي بطاطة نظيفة بالسحة مجي ملقاش عندي بطاطة نظيفة عرفها لا درونا خط أخذر يا أخويا للسيد الوزيرة سيدي نهضروا معاه نهضروا معاه ملينة من الوساطة ملينة من الوساطة الوساطة ما هيش توصف المساج والله رو المساج يلحقوا ما هيش ما هيش نخدموا رانا كرحنا من قلت الخدمة من قلت الخدمة كرحنا ما نخدموش ما نكلوش ما دام عندنا الكاليت التعنغ مقبول عندهم الهيف من وراء البحر كيما رأم يفرضوا في وجودهم نفرضوا في وجودنا حتى احنا نخدموش على ما نخدموش على واعطيني وشي المانع ما نخدمش والله وشي المانع الوزير اللي يخليه ما يهبطش عندي هنا ما يجينيش على بنظرة ملؤها التفاؤل لمستقبل أفضل تركنا أصغر فارد في عائلة مكاوي لنتجها إلى غرفة التجارة والتي تعتبر إحدى المحطات التي يمر بها المصدر للحصول على شهادة المنشأ السلام وشحاب خير بارك فيك شب الحمد لله خب وشي مورك خير لباس هنا عملية اكسبورتاسي اه شنبش نبيرو جاك المنشأ تكون في المنتج شوش لازم المنتج وشو سعب الشهاد الله يبارك اه انت رك موسام معناها تجيبنا نسخة من سجل تجاري اه نسخة مننا الرقم الجبائي تجيبنا فاتورة مؤشرة عليها من طرف البنك معناها السلعة هذه راح تخرج زي ثاني نعطوك حناية ثلاثة نصخ من شهادة المنشأ وحقوق التأشيرة معناها معروفة وعادي نخدمها لك السفاصيل امور سهلة اي امور سهلة عادي في النهارها تزهل في النهار ما كانش معناها حتى ربع ساعة واقلاء تعفيره فاجو تكل على الله المصدرين في ولاية الواد لاقين كل التسهيلات كل الامور التسهيلات معناها في الجانب الادارية في الجانب شهادة المنشأ بالاختصاص تسهيلات كبيرة حتى زملائنا في الفلاحة في الجمالك ثاني نفس الاشياء قادرين مدوا تسهيلات كبيرة للمصدرين اللي بيش يوصل المنتوج ساعنا للدول الاوروبية نعطيك مثلا امثلة في 2016 معناها حتى يكون الرقم معناها صحيح عدنا خمسة عشرة شهادة منشأ لحد تسعة عشرة اليوم هاي ثلاثة شهادة منشأ معناها كانش ضغطين تسعة عشرة شهادة منشأ تنوعة شهادة منشأ معناها المحاصيل بين التمور بين الزيوت والعطارة والروائح بين البطاطا الشهيرة في ولاية الواد راح نعطيك معناها تدقيق ثاني اكثر الدول التي وصلت منتوجاتنا هي لبنان، كوديفوار، الولايات المتحدة الأمريكية، سوريا، دبي، إسبانيا، روسيا هذه أغلب منتوجاتنا راحي واصلة الدول معناها بصفة عامة أن المصدر لدي كل التسهيلات كل ظروف التسهيلات في المنتوجات رانا واقفين معاهم ورحي أبوابنا مفتوحة لهم خلال السودسي الأول لسنة 2016 أحصت ولاية واديسو 18 مصدرا قاموا بتصدير منتوجاتهم الفلاحية إلى أزيد من عشرة دول وتصدر محصول البطاطا سلم الأولويات حيث كانت الأرقام على النحو التالي الكمية المبرمجة للسنوات الثلاثة المقبلة 19.315 طن لما كانت الكمية المصدرة إلى غاية شهر ماي أزيد من ألفين طن راح نقولها معناها الأول مرة أن ولاية واديسوف راح راهي قطب راهي قطب قطب فلاحي وراح شاء الله تكون يا ربي قطب صناعي لأنها شيئين متكاملين متوازنين متسويين معناها راح تكون ولاية الواد راح تفاجأ الولايات الوطن بإنتاجها الوفير إن شاء الله يا ربي في المنتوجات الفلاحية وراح نقول ثانيا حتى بإنتاجها الوفير في المواد الصناعية وراح تعوض إن شاء الله يا ربي انحضارت على البترول إن شاء الله يا ربي إن شاء الله راح تعوضها وليت واتسوف وحنا نرى مرافقين المتعاملين الاقتصاديين ونرافقهم في كل الأشياء والتساهيل من أعلى مسؤول أبسط عامل فينا والله هي أن نشوف فيها رأي فرصة بالنسبة لكل شيء بالنسبة للحكومة بالنسبة للمواطن بالنسبة للفلاح هذه فرصة نهضة مدام رأي الفلاح في الوقت هذا رأي فيه أعز قوة في العطاء قادر ينتج قادر يخدم قادر على كل شيء تكون تسهيلات وتكون تنصير لازم تكون فلاحة فلاحة طريقة علمية يكونوا منصغة يكون برنامج مسطر أنا عندي رايح تروح بعيد الفلاح لأننا تفلح أن نشوفوا رايح كين بلدان رايح عايشة من الفلاح رايح تصدروا رايح عايشة من الفلاح عايشة من الفلاح وعلى أحنا ولو البترول كين على ما زيدوش مروحوش للزيادة خموا غير في البديل على ما زيدوش المرحلة الرابعة يعتبرها أهل الإختصاص من أهم المرحل وهي ضرورة المرور عبر المخبر الخاص لحماية النباتات بالنسبة لمرحلة مكتب حماية النباتات يعني تعتبر مرحلة مهمة في عملية التصدير وأهم يعني النقاط بالنسبة لعملية التصدير بالنسبة لفتشية حماية النباتات هو أولا عندما يتقدم المتعامل الاقتصادي ليقوم بعملية التصدير يقدم نموذج طلب من مفتشية حماية النباتات يكون فيه يعني يملأ فيه يعني هوية المصدر العنوان التاعو المادة المصدرة خاصة المادة البطاطس البلد المصدر له والعنوان التاعو والأفاق يعني المستقبلية بكم سيصدر كمية المصدرة لهذا البلد ونوعية إذا ممكن يعني نوعية البطاطس هناك أنواع يعني بالنسبة للبطاطس والمحبذ هي دائما نوعية البيضاء يعني البشر البيضاء يعني لابو بلانش تعالى لاباريتي وخاصة اسبونطة المرحلة هذه عندما يتقدم التعامل الاقتصادي لملء الطلب نقوم ونحن مفتشية حماية النباتات بأخذ عينات لقيام بعملية التحاليل هذه التحاليل تكون على مستوى يعني المحهد الوطني لوقية النباتات بالحراش وهناك عدة أربعة أنواع للتحاليل عندما تأتي النتائج يعني سلبية يعني ما تكونش هناك أمراض لا يوجد فيها أمراض يعني نسمح لنتعامل بعملية الشحن والتصدير يعني في أحسن الضروف ورغم كون ولاية وادي سوف من الأقطاب المهمة في قطاع الفلاحة ومؤخرا في التصدير إلا أنها لا تمتلك مخبرا خاصا مما يجبر المصدرين إلى ضرورة انتظار نتائج التحليل التي تصلهم من المخبر المركزي الكائن بالحراش انشغال طرحناه على وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروقي اليوم الاستثمار الخاص كما أخذنا الواد عندنا مرفق سيفتح في بداية جوال خاص بهذه الاستثمار عمومي ولكن كائن الكثير من مبادرات استثمارية في المجال الخاص اللي اليوم رأي تندير في الميدان وحول الأقطاب الهامة كما الزيبان كما واتسوف كما أيضا معسكر نظن كائن كثير من الخواص هذا ما يجب أن نشجعهم يجب أن ننتظروا من الجهة العمومية أنها هي تستثمار في هذا المجال هذه استثمارات خاصة نعم يعني الحمد لله خلال توصيات الأخيرة للوزير الفلاحة من أجل إجراء التحليل على مستوى الولاية وتسهيل عملية تصدير المتعاملين اهتمت الولاية بتحضير موقع يعني مكان وتهيئته من أجل إجراء التحليل على المستوى الولاية في هذا الإطار أتت اللجنة من المحهد الوطني الويقية النباتات لمشاهدة المواقع يعني المختارة والأفضل لإجراء هذه التحليل وتمت إن شاء الله يعني في أقرب وقت تكون التحليل على مستوى الولاية وهذا يسهل يعني تقصير يعني مدة مدة السفر يعني إلى الجزائر وهناك يعني تدوم يعني أربعة أيام يعني ثلاثة إلى أربعة أيام يعني إن شاء الله تكون على الولاية يعني يومين تكون التحليل الحاضرة وتسهل المتعامل التصدير في أقرب وقت القيام بعملية التصدير يستوجب توفر معايير سارمة من حيث نوعية المنتوج وحجمه أمر شكل للمصدرين عائقا خاصة مع بعض الدول كروسيا وصلت إلى غاية صدور إشاعات حول رفض بعض المنتوجات القادمة من الجزائر البلد المصدر له يعني أهم القوانين أو أهم متطلبات الصحية للمنتوج الذي يريدونه يعني من الأحسن درام اتفاقية كل متعامل ينجز فيها يعني متطلبات التعامل خاصة من ناحية الصحية سواء المرضية أو كما نقوله نحن لنورم فيتو سانيتار اي فيتو تيكنيك من ناحية الكاليبر من ناحية الحجم من ناحية المعيار من ناحية الأمراض هناك روسيا يعني متطلباتها يعني المتطلبات المرضية يعني مقيدة ربما يعني السيد يعني المتعامل لم يقم بكامل التحليل بكامل تحليل يعني قام ببعض التحليل ولم يقم بكاملها ربما لهذا السبب يعني كانت يرجعوها إلى الجزائر يعني الاتفاقية كان بطاطا نحن عدنا جيل بطاطا ما نشرحين نصنعوها تحت لارض كما يقولوا بالكاليبر اللي روي يحوسوا عليه حسب الاتفاقية هنا الفلاح روي حير روي شوفيها حاجة مليعة وفي نفس الوقت روي شوفيها مشكلة أو يقول لك البطاطا ناجيني بطاطا مستويات مختلفة معناها تكون كبيرة تكون كذا تكون كذا أنا ورايح ندير هذه كي يقول لك أنا أنا بيع علش تنتج لي الهكتار نقولو 300 قنطار 300 قنطار بش نحي منها 100 قنطار 200 قنطار وراح ندير هذا مشكلة اللي يتمنوا علش نقولو لازم تكون دراسة ولازم تكون استراتيجية ولحبينا نصدرو الأصناف والكاليبر والأحجام حتى الأوقات وجود هذا المنتوج والوفران تعه هاما لهذا نظن من جهة يجب أن نكون نظن فرحانين بكل هذه الأشياء الإيجابية ولكن في نفس الوقت يجب أن نشوفوا باللي ما زال هذا النظام الإنتاجي ما هوش في مستوى أنه يصبح كمية كبيرة من هذا الإنتاج تصنع وتستهلك بصفاء أخرى غير الصفاء اللي رأنا نستهلكوا فيها يعني أننا نستهلكوا بصفاء مباشرة هذا المنتوج منقر عبدالقادر من بلدية حسان عبدالكريم فلاح من نوع خاص حيث يعتبر ابن أحد المصدرين الأوائل في الجزائر كما تظهره لنا هذه الوثائق عم عبدالقادر ترك هو الآخر بصمته بعدما كان أول من قام بغرس محصول البطاطا سنة 1989 هنا روايته أول سياريبة جربناها درنا كتار كبرت السجر واحد كونشي حتى نتركتها وقلت ما تولد لوال واحد نهار يفيت حذائق قد نلقى حبة البطاطا خارج نحيت نلقاها كيلو ثلثمائة نلقاها انتاج ذنية كبيرة فصلت مدينة فلاحة ديت لها ثلاث كعبات فيهم واحدة كيلو ثلثمائة قرام الذهم الوالي كان والي بندريسي كان هنا سعلي بندريسي في أي سالة كانت بك؟ وانا هي في جوايا وقت سعلي بندريسي مهم نحن ساعو ثمانية بديننا هنا كتر فان ناف عايط الوالي قال لي أتنصي وقال لي أتنصي عايط اللي دعا جوهني صوره شافوا البطاساسي البطاس وعقبوها الإذاعة كانت هي نشرسها كان في الإذاعة الوخذكة كانت هي بنعروس تبديل البطاس بالتمور وليهة الواد واحد ما جربها أول تجربة هنا مرت السنوات ومعها تغيرت عديد المعطيات والتي ألقت بظلالها على قطع الفلاحات في بلادنا الحاجة هنا شحال عندكم من الأخلاب الضبط هنا؟ 3500 وليس تلزم يد عاملة؟ ويد العاملة ويد العاملة مكانش ستوفي مخص نخلب طلعا نتعا نخل الشباب ما تعلمش بشي نسميه الشباب ما يخدماش نخلب قليل هذا حصلنا سناولي نادرنا طريقة نحفظه كان ندخلوه لبرويون نرحوه ومبعد ندروه في ماشين ألسوفلي هذي ومع عمالة عربي نحنا بدينا أول تجربة سنة طريقة هذي كي الناس خدموا قدامنا اليوم ونشحت وسنة دلنا طريقة نوذة نحن دلنا طريقة هذي بيحاول لها بربي إن شاء الله نحن يقول لي أحب يخز مراحوه يعويل عن نراعوه ما هو شي ما أقولين على الدولة وروح دبر السوق المرشي لبرة وروح دبر راسك وعمل عربي وروح دبر راسك وعمل عربي وعوش هذي مرزقين في الدولة دولة دعميني دولة عاونيني دولة عاونيني دولة عاوني دولة فتحة البيبان البيباني كل فتحتهم متع الناس كل نحن كتعاونا في الترسيسي وتعاونا في المزوطي خيري كربي والباقي وكل واحد يحب يفلح يعويل عن نراعوه نحن بك كنا فلاحين ما من الأربعي ناس ونحن نتبعوا في الفلاحة نحن عمرنا ما يقولنا الحكومة عاونينا والله مذينا والله واحد اللي يخدم في الشعير يخدم ولي يخدم في القمحة يخدم ولي يخدم في الدقلة يخدم كانت الناس تارق وتزرع في النخل وكانت كده عمرنا واحد ما عطانا فرنك عولوا عروحنا ولهم الدولة يسمدوا واحد قوش يوضعوا ميسا من كانوا أحمد عماري من الفلاحين الشباب في الولاية يرى أن تكوين الفلاحين لاستعمال التكنولوجيا الحديثة أفحى ضرورة ملحة والسبيل الأنجا لدفع هذا القطع الهام والتطلع لمستقبل أفضل كفلاحة الفلاحة رنى في 2016 لازم تكون فلاحة بطريقة علمية لازم نحتاجوا العلم ليس فلاحة همجية ناس كل رنى يفلاح وانا عندي مكانش فلاح حقيقي لانا رنى يفلاح وخلاص بصحى الطريقة العلمية ماننا من المسؤولين على الشي هذا ممكن تكوين مهني تكون تخصصات في الفلاحة على الشاب يخرج يروح يباين تخصص مستقبل الفلاحة رنى مستقبل ذلك في المنطقة تاعنا ناس كل تشوف فلاحة كي نهضة فلاحية الشاب ممكن تكون تخصصات في التكوين مختصة الفلاحة تصدير السلاء الجزائرية إلى مختلف دول العالم يستوجب توفير نظرة استشرافية واستراتيجية واضحة المعالم وهو الأمر الذي يراه المختصون بعيد المنال في الفترة الحالية ما نحن 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 الديو يمنق بإجعلنا. كيف سيجن أن تتعلم ما سيبها ل palabra أمر ما في، إلينا على فعل التواصل بشيئ نظر إلى التركيس من المتدرسة والدولة، إلينا عم refير المواد الأجل لدينا وخصير مواد الغريق، إلينا عمانين، وخصير النقطة تعليم على الإلكتبات الأمانوية، وخصق بطرق بن starting الديوهوات الغريقة، محبوط التالي الجزاء نجحتية من المغربة، ربماً لأنها لا تستطيع الوحيدة لكي تستطيع الوحيدة جالال سيرانديم عمر مندوب منتدى رؤساء المؤسسات FCO في ولاية تيبازا كان ضمن الوفد الجزائري الذي تنقل مؤخراً إلى روسيا أين تم إبرام اتفاقية مهمة في القطاع الفلاحي لقنا تجاوب في موسكو وكاين اتفاقيات قد أبرمت بحكم أن موسكو عندها ستة أشهر تحثلج يعني ستة أشهر الأرض تحمى تقدرش تمد لأنها مغطاة بثلوج هذا من جه كذلك بالنسبة لموسكو أثر تدور العلاقات السياسية مع تركيا مع أنها أصبحت لا تستورد من تركيا إذن لقنا تجاوبا في هذه الحالة وكاين اناس مزارعون يعني اناس مختصين في الفلاحة وفي عمليات التصدير قد أقيموا وأبرموا اتفاقيات في مجال تصدير بعض المواد الغذائية والفلاحية والزراعية إلى موسكو L'administration a décidé de faire des efforts dans ce sens أخر مرحلة في عملية التصدير هي شحن السلع وتصديرها عبر الموانئ والمطارات فريق الشروق تحقق تنقل إلى مطار جمار بالوادي خاصة وأنه سيتدعم في الأشهر المقبلة بمنطقة شحن مفقى المعايير المعتمدة دوليا إنشاء حالي لمنطقة شحن تصدير على كل حال المقصد أنه يتم تصدير المواد الفلاحية عبر مطار الواد جمار لذلك الاستجابة كانت حانية استجبنا بحيث أن استعملنا بنايات وهيكل دجاعة تكزيستي لكي نستطيع أن نواكب الطلب على التصدير حالياً في 4 موان إن شاء الله 5 موان سيتم الإنشاء بتاع منطقة الشحن هذه التي تقدر تستوعب حتى بطاقة استيعاب حتى 40 طن يومي تتربع المساحة تاع 7000 متر مربع ما فيها ربعميات متر حالية موجودة وممطان إكستنسيون في 4 شهر هذه راح تتندير بتاع ترواصم متر كاري اللي نقدروا مع التجهيزات كنترول مع التسهيلات اللي راح بطبيعة الحال اللي راح نكونوا من شاء الله حتى المواد سيطام راح نكونوا وجدين الفلاحين والمتعاملين اقتصادين قالوا بلنا قادرين أن نصدروا 5000 طن ولكن المطار قدرة الاستيعاب بتاعه والتحذيرات لها جارية إن شاء الله تكون فيه سيبطانبر للتصدير أنها 10 ألف طن هذا عامل من العوامل النجاح والله بالنسبة لنا خبر يعتبر صار خبر صار ورايح يفيد الفلاح ورايح تستفاد منه نسكل الفلاح للمصدرين الصخمرين اللي حابين يصدروا رايح تدخل مدخلات للدولة ثاني رايح يتعود نهضة فكرة توسيع المطار كانت موجودة من قبل ضمن مخططات مديرية النقل للولاية إلا أن إرادة الفلاحين ورغبتهم في رفع التحدي ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل حتى مات تسريع الأمور المتعامل للتعامل على أيروبور أريزان دو 25 عامل هذا يوجد هذا يوجد البروجيت زون دفرات ما يوكبش بصراحة ما يوكبش مع الاستراتيجية تعد دولة جزائرية لذلك كيف نديره زون دفرات على الوقت وهذا الشيء اللي اخترحه من طرف المدرية العامة للوزارة النقل سوف تكون عندها 20 زون كبيرة تتربع المساحة 20 ميل المتر كاري اللي ان شاء الله رح تنجز دون ديز وي مواء ما في الظروف الحالية ومع التوجه الحالي للدولة الجزائرية ديز وي مواء بزاف أمر غريب أن نقرأ أو نكتب أو نسمع عبارة الجزائر تشرع في التصدير بعد عقود تداولت فيه كلمة الاستيراد بقوة كلمط اقتصادي حتمي لا ناقض لديه لهذا تبدو كل عملية تصدير ضربا من الخيال إلا أن البعض بدأ يؤمن لعل ذلك يزيد في إيمان السلطة في نفسها كي تشجع الأمر بشكل مستمر ودائم كان امكانيات كان امكانيات عدنا كلش هنا رو عدنا السمش عدنا الهواء عدنا الار عدنا بنادم يخدم عدنا كلش را رو عدنا كلش راينار شعله بلش وقودش آخر رانا رانا نكافعه هنا عدنا كل صباحة هنا يجوه كاش يقولوها والله الي كونتشوف المزيرية وتعيشها يا صاحبي والله غير كل صباح تحبني من رأسي قال له حقك خطركش ليه ما نش نخدم غير بش ندير في جيبي أنا ما نش ندير في جيبي ما ذهبين راح ندير في جيبي هذه أنا كاش قول الله الي استحيم الحق بصح كي نخدم وما نلقاش ما نلقاش يكون يسجعني ما نلقاش وزيري بجنبي وزيري لازم يتواطئ معي يهبط لي ويجي يحضر معايا شخصيا ما يهضرش مع مدريت الفلاحة ولا مع الغرفة الفلاحية ولا معاها ولا 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 ما يهضر لي حتى مع واحد يهضر معايا شخصيا بين يعني الوزير نطلبو نطلبوا من الوزير تعالوا الهلاحة والسلطات المحلية انتاعنا تعودسوف يمسوا الشي بالعلاع الاعتبار يشوفوا على الميدان تطبيقيا حلا جاء الوزير ما نفغلاش بيكي جاء الوزير يقولوا الجار الوزير الفلاحة على الواضح فلاحين مفايغين يقولوا الجار الوزير راح تدوم راحنا للغابة وادوه طلعوين وادوه طلعوين ما شفنا ولو حابين حسوا بينا وادوه مش ننجح وإن شاء الله إن شاء الله نشوفه راي في الحكومة وفي ذارة يمتجها معناها رايكين زيارات أو إن شاء الله تجسد على أمر الواقع حابين نشوفه هذي بواقعية نسمعه في الأخبار في الجريدة في التلفزيو وكذا وادسوف 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 إن شاء الله خير هي إذن ولاية وادسوف نموذج استطاعا يبين للجميع أن الجزائر بإمكانها استغلال قطاع الفلاحة كبديل لقطاع المحروقات وبين هذا وذاك فإن مطلب الفلاحين يبقى واحد تسهيل الأمور للتوجه بقوة نحو التصدير كان معكم عمر الطالبودي حصة شروق تحقق سلام اشتركوا في القناة